اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان شاء الله سيتم القيام بالمؤتمر استثنائي لهذه الجمعية من اجل احيائها والعمل من جديد ان شاء الله في مواكبات وتقطير ومسايرات عمل منتخب العدل والتنمية هذه المؤسسة بالحقيقة منذ البداية حاولت ان تواكب وان تعمل على تقطير بشكل اساسي المدبرين لانه الاشكالات التي توريحات في سنة 2015 هي تتعلق بهذه الفورة بهذه الفورة للنتائج التي حصل عليها حزب العدل والتنمية لانه سنة 2003 خمسمائة منتخب خمسمائة منتخب عشرة رؤاسة الجماعات سنة 2009 1500 منتخب خمسين رئيس جماعة سنة 2015 274 رئيس جماعة جماعة ومقاطعة الموضو الكبرى باستبيهم بدأت النظام من مقاطعات 16 16 من 23 من الموضو الكبرى اللي كتسير العدل والتنمية أضيف جميع تقريبا 95 إلى 96% من المقاطعات والعدد الكبير كذلك من مجموعة من الجامعات على كافة المستوى الطراب الوطني وأنا أتابع العمل للمنتخب العدل والتنمية وأقول بكل استطرق ما يقدمه حزب العدل والتنمية ومنتخب العدل والتنمية وإيجابي وإيجابي جداً على كافة المستويات سواء المستوى المالي من حيث تدبير المالي الترشيد ورفع النفقات من حيث تحسين الخدمات من حيث أمور كثيرة جداً في المدن وحتى في البود لأن في بعض الأحيان ربما يعتبر إنزاز وحد شاطد يلمى في منطقة قروية معينة أو في جماعة معينة يعتبر بالنسبة لنا لا شيء ولكن بالنسبة للجماعة التي يسيرها والتي يعمل فيها ولأن هؤلاء المنتخبين هو وحدة وحدة جيد جداً اليوم إذا كانت بعض الجماعة تتحدث عن برامج الفوارق المجالية والاجتماعية فمدن أخرى تتحدث عن المركبات التقافية وعن مجازات أخرى يمكنه إذا تتحدثت عنها في جماعة أخرى يقول لك هذه ليس من الأولاد فعموماً العدل والتنمية ومنتخبي العدل والتنمية على المستوى الوطني قدموا الشيء الكثير جداً على مستوى التدبير وعلى المستوى المشاركة في تسير وحتى على مستوى المعارضة حتى على مستوى المعارضة هناك مبادرات ولقاءات وتواصل جيد في مجموعة من الجماعات ولكن الشيء الواحد المشترك والذي ينقص هذه التجربة في عمومها هو تسويق وهو إعداد الحصيلة منتخبي العدل والتنمية مثلاً أنا في مرة في يومين من الأيام كانت تابع الصحيفة كالقاء السيد العزيز العماري قام بوحد العمل جيد فيما يتعلق بالمقاطعات ديال الدربضاء في وحد الشارط اللي هي موحدة في جميع المقاطعات شيء جيد ولكن قلت لها السيد العزيز هتقصوا نوع نوع من استثمار نوع من تعريف به لأنه عمل جيد ولكن هناك بعض يعني بعض بعض الإخوان أو بعض الأخوات يعتبرون أنه كما كان قلوا ذلك المثال الله را عارف مدرهم ربي را عارف بمعنى أنهم يشتغلون ليس بدافع مثلاً ديال التسويق ولا بدافع هذا الشيء ديال التعريف اليوم ما تقوم به اليوم يصبح حقاً مكتسباً الغد بالتالي المواطن منك تعدلوا حد طريق را غداك تولي حق مكتسب ويفكروا في أمور أخرى الحصيلة وتسويق ديال الحصيلة أكيد أن الإخوان في مراكش في الجامعة وفي بعض المدن داروا الحصيلة ديال المنتخبين داروا طبعوها تواصلوا بها ولكن ليس كل الجماعات وكل المنتخبين باقي كانت نتظروا مجموعة من الجامعات تقوم بهذا العمل ديال إعداد الحصيلة والتعريف بها وكذلك العمل على نوع من استخلاص بعض التجارب الناجحة اليوم التدبير الجامعي في الحقيقة هو إبداع نعم هناك نصوص قانونية هناك تنظيم ولكن في نفس الوقت هناك أفكار وهناك إبداع في تدبير مجموعة من المرافق را في بعض الأحيان نجد أن بعض المؤسسات أو بعض الجامعات تطالب مجموعة من الواتعق من أجل خدمة معينة وتعتبر كأنها قانون ولكن لم يكن تبحث فيها كتلقى بأن هذا ما ضرأوا على العمل عليه دائما وبالتالي خص هذا العمل ديال إعداد ديالة وتسويق ديالة من أجل كذلك إعداد واحد الحصيلات تركيبية ديال العدلة والتنمية على المستوى الوطني العمل الجامعي كذلك هو وسيلة من الوسائل ديال المحاربة ديال العزوف الانتخابي المعالجة والمحاربة ديال العزوف الانتخابي العمل الجامعي هو إحدى الوسائل المهمة في التواصل في الخدمات في تقريب الخدمات وتحسين هذه الخدمات على مستوى النقل على مستوى الحالة مدنية مختلف يعني المرافق والخدمات التي تقدم للمواطنين كلما تم تحسينها كلما تم تقريب الأجال لدكليمنحها كلما خلقنا وحد نوع من التقى في هذه المؤسسات لأنه بالشفافية بالنزاهة كذلك بهذا النوع من التواصل هو اللي كان جعل الناس تقى في المؤسسات المنتخبة كذلك من بين الأمور كما قلنا الحصيلة والتجارب الناجحة والإشراك ديال المواطنين والمواطنات في هذه الحصيلة الإشراك ديالهم التواصل معهم بوضعها أراه الإشارة ديال المواطنات وديال المواطنين في المواقع ديال الجامعة في التواصل ديال المباشير هذه كذلك من الأمور لخص المنتخبين العدلة والتنمية يشتغلوا عليها بشكل أفضل وبشكل متميز كذلك هناك نقطة المهمة هو أنه اليوم كما قال السيرضاء عدنا إلى حدود السنة 2021 ولكن سنة 2021 ما تكونش المدة الكافية لا لإعلان السفقات ولا لإعداد شيء أمر من هذا الأمور سنة 2021 خصتكم سنة ديال ديال الحصيلة اللي أعتقدموا في سنة 2020 إذا كان شيء مشاريع اللي خصت الدار وإذا كان شيء صفقات اللي خصت الدارية سنة 2020 سنة 2020 ما يكون شيء الوقت الكافي سواء إخوان لف التدبير أو لف المشاركة في التدبير من أجل يعني من أجل أن يحصدوا النتائج الإيجابية فيما يتعلق بهذه السفق أولا لأن من جانب التنموي اليوم خصت تعجيل تعجيل بأي يعني يعني بأي صفقة بأي عمل من شأنه أن يطور الجماعات التي نستييرها كذلك من حيث الآجة القانونية ولا الآجة المرتقبة لا للتنفيذ إلى غير ذلك فضروري خصت راعة سنة 2020 باعتبارها سنة اللي هي محورية في هذا الولاي كذلك هذه السنة نعرف أنه من ناحية القانونية القوانين التنظيمية كاملة تتكلم على الليجان المراقبة وتفتيش بالنسبة للجماعات بالنسبة للجهات ونحن على ذكر الجهات يوم الأحد المقبيل عدنا لقاء وطني بنسبة جميع المنتخبين للجهات من أجل الإعداد للمناظرة الوطنية التي تنعقد في مراكش في 19-20 وحافظنا على نفس المحاور المناظرة الوطنية من أجل أولا إعطاء الموقف العدلة والتنمية فيما يتعلق بميتاق الممارسة الاختصاصات التي سيتم تتوقع عليه في المناظرة المراكش وكذلك لإعطاء الآراء في مختلف المحاور لهذه المناظرة نعم مناظرة أقادير نعم مراكش حتى بس حتى في المناظرة كانت تفكير لا في مراكش ولا في الرباط في البداية ولكن في الآخر دارت في مدينة أقادير النقطة الأخيرة التي تكمل عليها النقطة الأخيرة هي فيما يتعلق بهذه اللجنة التي تفتيش وهذه اللجنة التي تفتيش الصراحة هي فقط التي تتعلق بالمدبرين ورؤساء والنواب تتعلق بجميع المنتخبين بجميع المنتخبين لأنه في حالة متعددة كي نحتى بعض أعضاء ديال الحزب اللي كيكونوا في المعارضة وكيقوموا ببعض الأعمال داخل الجماعة وكي تم تطبيق معهم المسطرة ديال طلب معلومات في إطالة المدى 64 وبعض الإخوان أو بعض الأخوات ما كيعطيوا شيء أهمية أنا كان طالب معني بهذه الفرصة هذه أنه جميع أي جماعة أي عضو أي رئيس توصل بهذه المراسلات من أجل الافتحاص وتفتيش خصة إخبار العيئة ديال الحزب وخصة إخبار المؤسسة وما يكون شيء جواب إلا من بعد إلا من بعد ما يكون وحد الموافقة على السياغة ديالأجوبة لأنه في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان الأجوبة التي يقوم بها من المنتخبون تكون هي سببا في عزلهم أو في المتابعتهم أمام القضاء أرى الأجوبة وأنا عندي أمثلة من بني ملال بني ملال يعني بني ملال عندي أمثلة من بني ملال من الإقليم أنه كين عندي السبب الأساسي في العملية ديال المحاولة ديال العزل هو الأجوبة بالتالي أنا كنت نطلب بهذه المناسبة ونزيد نأكد عليها وأنه في كل ما يتعلق بالأجوبة على الليجان ديال تفتيش وعلى طالبات المعلومات التي تجي في إطار المدى 64 أو فئة أغيرها من المواد أنهم ترجعوا الحزب وطلبوا المواكبة ديال الحزب من أجل يعني التعطير ديال ديال الأجوبة من أجل المواكبة ديالكم من أجل كذلك يعني التعطير من ناحية القانونية ومن ناحية ديال اختصاصات اللي يمكن اللي يمكن تحترم في هذه ديال الأجوبة عموماً هذه بعض الأمور أكيد كنا بعض النقاط اللي هي واجب الاهتمام بها وهذا من اختصاصات لدى الهيئة المجالية ولدى المنتخبين هو أنه في بعض في بعض الجماعات على قدر وبعض الجماعات اللي حصلنا فيها على أزياد من 75% من عدد المقاعد وخصوصاً بعض الجماعات اللي عدنا فيها الأغلبية المطلقة بدأت تظهر فيها بعض البوادير ديال نوع من نوع من تنزع هذا الأمر يجب أن يكون فيه نوع من تدخل المباشر المباشر ما بين الهيئة المجالية وما بين المنتخبين لأنه هذا هو العدل والتنمية لا يمكن أن يهزم بما يدبر له من طرف ذلك المنافذ العدل والتنمية سيهزم لا قدر الله إذا لم تتم احترام القواعد العمل المشترك والاحترام ديال الديمقراطية الداخلية وديال مبادئ وديالأخلاق التي تجمعنا داخل العدل والتنمية هي الوحيدة الكافلة بالاستمرار ديال الحزب والاستمرار ديال المنتخبين وبالاستمرار ديال التدبير ديال النفس العام على المستوى المغطني والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة